جمال أول وهو بقير يكوف سابلون مشيل سابلون ومداخلة كانت بالنسبة لنا مهمة جدا هو رجل كمان خبير ومهم جدا واحد من أهم الأشخاص يمكن اللي في كرة القدم في العالم يمكن مشيل سابلون أنا بسميه الأستاذ هو صاحب أبرز مشروع في التاريخ الكرة والحديث مشروع البلجيكي يمكن بلجيكا دولة تعدادها 12 مليون نسمة دولة مش كبيرة من حيث عدد السكان كان عندهم فترة جاب طويلة جدا من بعد كسل العالم 90 والوصول لسمي فاينل وقبل 86 ووصول لنص النهائي فترة جاب طويلة جدا 10 سنين وأكتر في مطلع الألفية لما ابتدى مشيل سابلون ابتدى المشروع بتاعه لأن الكلام عليه تفصليا بعد شوية يعني لكن بالنسبة لي مداخلة عظيمة جدا وقيمة جدا وأتمنى أن يتم استخدام المداخلة أو بالأحرى المحاضرة اللي راجل ادها للناس كلها من خلال البرنامج في تطوير الكرة المصرية بجد مش في أن احنا نتعاقد مع مدير فني ولا نشير مدير فني كلام شيل سابلون كله كان زي ما تقول كده ايه دروس يهوب يعني احنا بنسمع دروس مجانية راجل النهاردة دينا دروس مجانية مكالمة لمدة أو مداخلة لمدة ساعة أو محاضرة لمدة ساعة فيها كمية دروس مش طبعا يا الراجل بيقول كلام عظيم جدا يبدو كده ان احنا حتى كمصرين أو كمتابعين للكورة بنسمعه الأول مرة مضبوط مصر هي المكالمة وكلام بتاعه كله كان فيه ثلاث حاجات أول حاجة هو مفيد جدا هو محزن جدا وثالث حاجة أنا مستغربه جدا ليه؟ هو مفيد طبعا بكل المراحل اللي اشتغل عليها وكان بيحكي بشكل تفصيلي ازاي بدأ المشروع بتاعه لغاية لما شفنا نتائج المشروع ده رقم واحد رقم اتنين محزنة حسنا كان احنا بعيد عن كل عامل تكلم عنه بعيد احنا ما بدأناش الطريق يعني حتى كمان احنا ممكن نبقى بعيد متأخرين شوية احنا لسه ما مسكناش الطريق ده رقم ثلاثة وده اللي انا استغربته جدا ان الراجل بيشير المعلومة بشكل مجاني اه بشكل مجاني ايوه طب احنا فين من الناس اللي بتقول الكلام ده من المحاضرات حتى يعني مش لازم ان احنا نجيبوا مستشار زي مثلا ما حصل في لجنة الحكام عندنا والكلام بتاع اتحاد الكورة احنا فين من الكلام ده احنا ليه ما بنبعتش الناس المسؤولين عن الرياضة اه يروحوا يتكلموا مع الناس اللي على قدر من المعرفة والثقافة وفي نفس الوقت كمان ومن النجاح ده نجري ما نجح فدي حاجة انا مستغربة جدا الناس ما عندهمش مشكلة ان هما يقولوا المعلومة وينشروها بدون اي اصرار يعني شيل سابلون معي لمدة ساعة الساعة دي تمام بيدي فيها كل افكار وكل المعلومات وكل ساكسي ستوري نفسها قصة النجاح دي كلها بيدينا تفاصيلها ببالح كان معي نيلو فينجادة الموديل الفني السابق لاتحاد المصر لكورة القدم سألته سؤال واضح انت خلاص مشيت والناس بتقول ان انت ما قدمتش حاجة للكورة المصرية قول لي انت عملت ايه قدمت ايه للكورة المصرية تفتكروا الرد كان ايه انا اظن ان ما فيش رد اصل الرد تفتكروا الرد كان ايه ما قدمتش حاجة نا هو قال لي حاجة تانية خلص بقى هو ما قدرتش اقدم قال لي انا قدمت بس ما قولش الكلام ده في الاعلام يعني هو قدم هو بيقول ان هو قدم بس انا مش محتاجة اقول الكلام ده في الاعلام انا شغلي يعني بيكلم عني يعني أنا عشان كنا بقول لك الإجابة أنا مفروطة بمقدمتش حاجة يعني أنا كان نفسي يقول كده أو 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 ما كانش عندي الفرصة أو الأجواء مش مناسبة أي إجابة من دولي كانت بقدمت دبلوماسية شوية بالذات كان قدمت حاجة أقولها يعني مش كنا مش فهمت مش تقول الأسرار يا مش تقول الأسرار فنية أو خطط طيب بعدين أي حاجة بتتعامل أو أي بروجيكت بتتعامل بقى ليه أوتبوت يعني فيه حاجة بتظهر فانتوني يعرف أوه في كي حاجة تعملت فعلاً على الأرض صحيح أنا مش شفتش أي حاجة بصراحة تعمل الفضل طيب عملوا إيه بقى عملوا إيه في العالم عملوا إيه في أوروبا عملوا إيه في بلجيكا في ألمانيا في إنجلترا في أسبانيا في فرنسا عملوا إيه عشان نشوفهم بيتطوروا والناس دي أصلاً ما كانتش محتاجة تعمل هي قريدي ناس تييلة وجامدة بس هو يقول لك إيه أنا مش أفضل رائع في مكاني أنا لازم أطور عشان الناس اللي حولها بتتحرك عملوا إيه أول حاجة بروح للقاعدة قاعدة الممارسة السن الصغير زي ما بلجيكا عمارة بداية من 6 سنة سنة 6 سنة أعرف نواقف فين وده اللي عملوا مشيل سابلان عمل إيه مشيل سابلان راح لجامعة لما وقال لهم أنا عايزكوا تصورولي 1500 مباراة في كل المراحل السنية عايز أعرف المشكلة فين إحنا وقفين فين وعايزين نروح فين أنا لازم أعرف أنا وقف فين مشاكلي فين لو جيت أعملت ده على الكرة المصرية أنا لازم أعرف أنا وقف فين ليه عندي مشاكل يعني إيه بلد فيها 100 مليون قولها أنا ما عنديش باكريت ما عنديش باكليفت أنا أصلا أنا ما عنديش فيرود أصلي فيه ندرة في المواهب أصلي وماشي أبقى تضيق ده كلام كله صعب جدا مصطلحات أنها تتقال على شعب في 100 مليون فعندنا مشكلة في قاعدة الممارسة ده أول رقم 2 الراجل بعد ما عمل لتصور 1500 مطشا عمل إيه قال لك أنه لأ أنه كل الأندية على مستوى حتى المقاطعات وعلى مستوى الهواية اللعيبة الأولاد الصغيرين معدل لمسهم للكرة في المباراة كامل مرتين بعد ما سجل 1500 مطش وخدهم الجامعة خدتهم إداهم لشركة متخصصة عشان تطلع له أوتووتس تحليل لكل حاجة ولأ أن هم بيعتمدوا على الولاد اللي أجسامهم كبيرة مش اللي عندهم كرة كويسة وده اللي مخلي الكرة البرالجيكية وراء فبترى يعمل إيه قال لك لأ إيه قفل بقى على كل الكلام ده خلص رقم 1 نقل العقيدة من عند الولد الصغير من عقيدة المكسب لعقيدة التطوير مش التلات مش التلات نقط مش الخناقة اللي بتحصل في كل المراحل السنية لحد بطلط الجمهورية في آخر مسابقة سنية مثلا في مصر دلوقتي الـ 2001 لا خالص بقى بيحكم النادي ده قدر يطور عدد من اللاعبين قد إيه وبالتالي هياخد دعم قد إيه وبالتالي بعد كده هيطلع لي كامل عيب موجود في منتخبات الوطنية الكل الفئات السنية والكواليتي بتاعت اللاعب ده حصل لها تطور بدرجة قد إيه ده اللي عمله ميشيل سابل لما بدأوا هسيبك تكامل بس أقول حاجة اسقط في النص كده إنه إحنا عندنا دوري من سنة تمام في خناعة في دور الشباب من يكسبه الأهلي ولا الزمالك اللي هو أصلا يعني ما يكسب الأهلي ولا الزمالك وأصلا ليه أصلا حد يكسب يعني هو بقولت الشباب دي ما هي الإضافة لها هل الشباب دي واسقط على نفس القصة كان في خناعة النهاردة وفصل اتحاد الكرة كان مطش ما بين الأهلي والمصري والأهلي خدت ثلاث نقاط علشان الأهلي يتوق بالدوري فرحة عرمة إنه القصة كلها الأهلي طلع كم لعيب لمنتخب 2001 المصري طلع كم لعيب لمنتخب 2001 وهكذا والفرق هم نفسه أو الفريق الأول 3-2-3 لعيبة وفي المنتخبات 4-5 لعيبة وده النادي الأهلي النادي الأكبر اللي هو الأكبر قاعدة والأكبر إنفاقا والقاعدة الكبيرة جدا حتى على مستوى الفريق الأول صحيح نرجع الثانية ومشى السابلو فبلجيك عملت فلنت بتاعك تخيلت نوعا إحنا فين هم فين بتخيني على إيه بتخيني على هوا حرفيا فبلجيك عملت إيه بقى لما بدأ الرجل ضاف مطلع الألفية 2006 2010 2014 خلي بالك أنا قلت لك هم بدأوا من أول سن كم وركزوا قوي على سن كم ست سنين سنة كم 2014 لما وصلوا 2018 فرق كم سنة 14 و 6 20 كل النجوم في 2018 كانوا حوالين إلى 20 سنة 22 23 24 19 لأنه هو نتاج واضح تماما وده بقى تعقيم على النقطة نقطة وقتها انت بتسألني له فين جدا انت عملت إيه قالك أنا شغلي فين الأوتبوت الناس هناك قاعدوا 3 بطولات عالم بلجيكا مش بتروح وتطلع لا هي ما بتروحش أصلا والناس هناك متقبلة لأنهم عارفين بس وانا عندي يقين انه ده لو اتعمل عندنا بس ناس كان عندها من الشفافية ومن المشروع ما يقنع الجماهير الناس مستعدة تصبر مش لازم يبقى 12 سنة زي بلجيك طبعا بس ممكن نصبر لفترة من الزمن لو انا عندي مشروع واضح هيديني 20-30 سنة بعدها احنا عدنا فترة ما منشاركش بطولة أفريكيا بعد 2010 منجير مشروع منجير مشروع منجير مشروع منجير مشروع منجير مشروع منجير مشروع وممكن تعمل فيه مشروع وكده كده أصلا بتخسر طيب طيب ي